طيب الله وأوقاتكم عزيز المشاهدين بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافضين نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب فاصل ونعود إليكم والبصرة لها مكانة خاصة في قلوبنا وضمائرنا وحان الوقت ليحظى أهل البصرة اليوم معكم نتقدم خطوة أخرى نحو المستقبل أهلا بكم الجديدة عزيز المشاهدين استمرار المظاهرات في محافظات البصرة ذيقار، نيسان، كربلاء، النجف، بابل محافظات الجنوب العراقي تستمر فيها المظاهرات والاعتصامات اليوم مصدر أمني تحدث في محافظة بابل بأن المتظاهرين اقتحموا مكتبين لحزب الدعوة والفضيلة في مدينة القاسم جنوبية المحافظة وتحدث المصدر بأن المتظاهرين قطعوا جسر الهنود وشارع الإمام علي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل مظاهرات معروفة خرجت لعدم توفير الخدمات من قبل الحكومة من قبل المحافظات المجالس المحلية عدم توفير الخدمات التيار الكهربائي انتشار النفايات في الشارع البطالة ملوحة المياه في محافظة البصرة وصلت إلى نسب مرتفعة جدا انقطاع المياه على محافظات عدة في العراق وكذلك كما أشرنا البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي بشكل عام وخاصة في المحافظات الجنوبية تحدثت كذلك وزارة الداخلية اليوم بأن عدد المكاتب ومقرات الأحزاب التي أحرقت من قبل متظاهرين ليلة الجمعة على اليوم السبت ارتفع إلى تسعة أربعة منها تابعة لحزب الدعوة والأخرى لتيار الحكمة بزعمة عمار الحكيم وحزب الفضيلة وقائمة الفتح ومكتب لميليشيا العصاب الوزارة أضافت بأن عمليات الحرق تلك وقعت في النجف وميسان والبصرة ومدن أخرى جنوبي العراق وأضافت بأن عدد ضحايا الاحتجاجات في البصرة وميسان وذيقار والنجف وكربلاء وواسط ارتفع إلى قتلين وواحد وستين جريح أشارت الوزارة إلى أن المتظاهرين قاموا بإغلاق أربعين طريق رئيسي لافتة إلى أن الحكومة في بغداد قامت بقطع خدمة الأنترنت عن عدد من محافظات الجنوبية هذا قطع خدمة الأنترنت يعني يدلل على أن الحكومة في بغداد متخوفة من اتساع رقعة المظاهرات والاعتصامات في المحافظات العراقية ولمنع بث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حجم هذه المظاهرات مصدر أمني تحدث بأن المتظاهرين في محافظة النجف حاولوا اقتحام مقر ميليشيا العصاب احتجاجا على سوء الخدمات وعدم توفير الكهرباء وأوضح المصدر بأن حرس مقر ميليشيا العصاب في النجف أطلقوا النار بشكل مباشر على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المقر من أجل تفريقهم وإبعادهم عنه استمرار التظاهرات في البصرة عضو مجلس محافظة البصرة الشيخ سعد الحلف تحدث بأن الاحتجاجات في البصرة ستستمر لحين الأطمئنان كما قال إلى أن هناك تغيير وأضاف الحلف بأن المتظاهرين خرجوا ولا يرغبون في العودة إلا بعد أن يجدوا شيئا ملموسا ولن يسمح لأحد باستغلال التظاهرات خاصة من السياسين علق الحلف على بيان نور المالكي حول وقوفه وتأييده التظاهرات بالقول بأنه أساس البلاء عضو مجلس عشار البصرة الشيخ سعد الحلف يقول بأن نور المالكي هو أساس البلاء وعليه أن يخجل من نفسه ويصمت ويصمت طبعا سكان منطقة قرمة علي في محافظة البصرة أكدوا بأنهم مستمرون باعتصامهم إلى حين الاستماع لمطالبهم وتنفيذها وذلك بإيجاد حلول جذرية لمشاكل الكهرباء وملوحة المياه والبطالة إلا أن هذه المطالب ما زالت تقابل بتجاهل من قبل السلطات الحكومية كما أكد سكان منطقة قرمة علي في محافظة البصرة مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع الأمني التي تشهده محافظات جنوب البلاد طبعا هذا الاجتماع يأتي بعد ساعات من إرسال الحكومة تعزيزات الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية وأمنية تجاوزت عشرة آلاف جندي وعنصر أمن بهدف السيطرة على الأوضاع في تلك المحافظة وهذا العدد الكبير الذي دفعته حكومة حيدر العبادي إلى المحافظة الجنوبية يعني زاد من سخط المتظاهرين قال لك بدل ما أنت ترسل قوات أمنية وعسكرية عليك إيجاد حلول حقيقية لهذه المشاكل مشاكل الكهرباء والمياه والبطالة وغيرها من الخدمات بدل من إرسال هذه القوات طبعا إدارة نأتي إلى محافظة النجف واقتحام لمطار النجف بعد الاتصال معنى اتصال أبو فهد من الطارمية فضل أبو فهد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحييك وحيي قناة الرافدين البطلة أحييك الله يا هلبيك وأحيي المتظاهرين التظاهرة وبكربلة والنجف والميثان أحييهم من ودع لأيديهم هذول الشجعان هذول الأصلاء هاية فرصتكم الوحيدة هاية الفرصة أذا فشنك بديكم بعد نهائيا ما صحيح لكم كل شارع هاية هاية موقفكم الوحيد يا أحرار يا أبطال هذا موقفكم هذا بس فشن بديكم هاي المظاهرات أي مظاهرات تطمون بالجنوب هذا خلصونا من ذول الطقاس خلصونا من ذول الأراضي اللي جوانا على ظهور الدبابات دولة الكفرة اللي خلوا العراق مضحكة مضحكة لدول خلوا آخر دولة بالدول فهذا يومكم هذا يومكم يا أبطال هذا يومكم يا أبطال هذا يومكم يا أبطال اللي جفوا ميسان وكربلة والبصرة الأحرار العصلا نعم أشكرك أبو فاهد من الطارمية كان معنا نعود إلى موضوع اقتحام مطار النجف اليوم إدارة مطار النجف اتهمت سياسيين اتهمت سياسيين بتحريض الشارع ضد المطار وحملت المسؤولين الحكوميين في النجف مسؤولية اقتحام المطار نائب رئيس مجلس إدارة المطار وهو جواد القرعاوي قال بأن مهندسي كما وصفهم بأن مهندسي المؤامرة من بعض المسؤولين الحكوميين وبعض الأحزاب ذات الأهداف الاقتصادية وجهوا من وصفهم بالمخربين لدخول المطار وتخريب الأجهزة والمعدات وإشاعة الفوضى داعيا لرفع دعوة قضائية على المسؤولين الأمنيين في المحافظة الذين لم يقوموا بأداء واجبهم تجاه ما حدث في المطار على حد وصفهم هذا يتهم سياسيين بالوقوف فراء هذه المظاهرات طبعا كذلك تتوالى التقارير ومقاطع الفيديو وكذلك التقارير الدولية من صحف عالمية صحيفة الاندبندد البريطانية قالت بأن العراق غير مستقر ويعاني من الانقسام السياسي وأوضحت بأن العراقين ما زالوا يفتقرون إلى الماء والكهرباء رغم انفاق مئات المليارات من الدولارات لافتة إلى أن العجز والفساد يسودان المؤسسات بسبب الولاءات الحزبية نريد أن نستمع إلى صوتكم عزيز المشاهدين وكذلك نريد منكم إرسال آرائكم ورسائلكم عبر خدمة الواتساب معنا اتصال أم أزهار من بغداد فضلي أم أزهار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هذه القناة العظيمة وأعمليها بالنسبة إلى المتظاهرين في الجنوب والوسط أنا أهنيهم وأهني هذا الشعب العظيم اللي نهض آخر الوقت وأرف ظلم هذه الدولة الخاسئة اللي إجت من 15 سنة بهزنة هذا البلد لمي لتهرباء والجفاف وصحة وكل شيء خراب فأهل البصرة ذاقوا ما ذاقوا من مرارة المي ماعدهم تهرباء ماعدهم وجوعدهم خار كلش وحتى المحافظات وحتى بغداد نفس الشيء هنا كنا هذا البلد العراق العظيم اللي كان في أحسن الدول العالم كلها فمن أنقص الدول العالم بوجود هذول الخاولة الموجودين فأيدهم وأيد إن شاء الله أنا أقول أنه يا أهل بغداد طلعوا وساندوا أهلكم بأهل الجنوب والمحافظات وقلعوا هذول اللي إجوا إجوا على الدبابات هموا على الدبابات إجوا من إيران ومن أمريكا وإجوا يخذلون بهذا البلد وأنا أقول لي يا العبادي إنت لما رهت للبصر شو تسوي ما اجتمعت بيهم ما قلت لهم ليش أنتم متظاهرين ما قلت لهم شنو ناقصكم رايح شو تسوي رايح يتأييد ونخلي لجنة ورح نمطيكم هدد كهرباء ورح نمطيكم هدد ماء وهذا رح نوضبكم ويعلن عليهم الكذب اللي من خلطاتنا كل الأمولاء هذولهم وكذبوا كل مرات هذه الدولة من خلطاتنا كلهم ما صادقين وكاذبين في أقوالهم وغير من تمين لهذا البلد انتمعهم إلى إيران وخاطب عن العبادي والمالكي إلى حذب الدعوة البنيئ الإيراني وأنا أشكرك شكرا أم أزهار من بغداد كانت معنا طبعا قتل متظاهران في محافظة ميسان مقتول اثنين من المتظاهرين في محافظة ميسان برصاص ميليشيا بدر التي شاركت بقمع المظاهرات التي تشهد المحافظة وأطلقت النار على المتظاهرين المتظاهرين في ميسان اقتحموا مجلس المحافظة ومقر تيار الحكمة التابع لعمار الحكيم وتزاما مع اقتحام قسم منهم مقر حزب الدعوة وأحراقها خلونا نشوف هذه اللقطات لاقتحام ميسان موسيقى 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 نعم هذه صور تظهر جانب من اقتحام مقر تيار الحكمة في محافظة ميسان معنى اتصال ابو فيصل من السعودية تفضل ابو فيصل السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك عمر حياك الله يا أهل بيك أبقاش الله تحيي لك وتحيي القناة الرازية وتحيي الكادرة والغناية أهلا وسهلا وتحيي للشعب العراقي المطر ونحيي الشعب العراقي خصوصا أهل الجنوب الغيارة على تحركهم على هذا الظلم والجرائم التي تقودها ميليشيات إيران تحيي للشعب العراقي اللي يصير أهلهم غيري وأهلهم مضائف تحيي لهم ما يجري بالعراقي هي جريبة ويقودها العبادة المجرم نطالب بمحاكمة العبادة ومحاسبته وترجع لأموال التركة هو أحجاب والبرجيات وخصوصا كترة مجرم التي باعت هنا عبد الله تحيي للشعب العراقي مصير وشدوا حالكم عليهم الله يسلامك أبو في السماء السعودي كان معنا تشكرا لك معنا اتصال الأغريري من بغداد تفضل السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ الفاضل بالبداية يعني أقول أنه يعني هذه الجماهير هي نفسها اللي ثبتت هذه الحكومة بدوافع طائفية لكن كانوا مخضوعين بهم الآن اكتشفوا مدى وحجم إجرام هذه الحكومة يعني نلاحظ كل الجنوب من صارت المظاهرات بالأنبار يعني كان موقفهم السلبي للأسس لكن الآن احنا مع الضيم الذي شفناه من أهل الجنوب نقولهم نشد على يديهم ونقولهم استمروا لكن والله يا أستاذ أنا بالنسبة لي أتمنى أن أكون يعني عندي أمل كبير لكن أقول أنه هذه المظاهرات لن يكتب لها النجاح الحكومة العراقية أو ما يسمى بالحكومة العراقية الموجودة الآن في بغداد هذه لها خطوط عريضة أم لاها عليها الاحتلال الأمريكي الإيراني لهذا يعني هذه الحكومة لا يمكن أن تتخلى عن مكاسبها والمادية والمليارات التي تسرقها يعني في كل عام من أبناء هذا الشعب بل في كل شهر وفي كل لحظة هناك مئات الملايين من الدولارات يومية أو الدولارات تسرق من هذا الشعب فهل تتصور هذه الحكومة تتخلى ببساطة عن هذه السروة الهائلة وهذه الغنيمة الكبيرة لا أتوقع أستاذ لا أتوقع مطلقا يعني أمريكا بعاز منها نرى ما يجري في مصر وما يجري في سوريا وما يجري في اليمن العراق ليس بدعا من ذلك ما يجري في العراق أسوة ببسطية المناثق المحيطة بإسرائيل يجب أن تدمر شعوب المنطقة لصالح إسرائيل والعراق ليس مختلفا عن هذا وأقول يا أهل الجنوب والله العظيم هي سنة الله في خلقه من أعانى ظالما سلطها الله عليه فأنتم أعانتم هذه الطغمة الآن الله سلطهم عليكم والثمن لا تصنون ترى مظاهرة مظاهركين والله العظيم الدماء يجب أن تسيش بالركاب يلا يصير تغيير في العراق يعني إحنا رأينا ما جرى في سوريا وما يجري في العراق يجب أن يكون ثمنه كما كالذي جرى في الدول العربية أما أنتم تنصبون الضلبة وتصوتون لهم وأيديكم نفسهم أهل الجنوب أيديهم ملطخة بدماء السنة والآن يقاتلون هذه الحكومة أقول والله لهذه الحكومة لن تزحزح مليارات الدولارات يعني يعني خلقونها بالعامية يعني هاي الانتخابات الأخيرة هاي الانتخابات الأخيرة أغلب أهل الجنوب ما راحوا إلى الانتخابات ما صوتوا أغلب المحافات الجرونية نعم أستاذ الفاضل وإلىك ما صوتوا ما صوتوا ما صوتوا صحيح لكن أستاذ من قاتل ما قاتل في مناطق السنة من ذبح الأطفال والنساء هؤلاء هم نفسهم المغفلين هم اللي أيديهم كون أنت هذه سنة الله في خلقه يا أخي العبيد سنة الله في خلقه يعني كما تدين تدان هؤلاء من قتل الأطفال وحرق المساجد والمصاحف وقتل العلماء يخاما كل أهل الجنوب إحنا إذا سلمنا بالعدد مئة ألف مئة ألف إذا تقصر أنت مليشات الحشد مئة ألف أو مئة وشوية نعم أنت عندك ملايين بالجنوب ملايين وياك أستاذ نعم أستاذ أستاذ أهل الجنوب أهل الجنوب انحازوا إلى هاي الحكومة بدورة إطاعتية يعني ما كنهم قاتلوا ما كنهم قاتلوا لكن للأسف الآن راح الوقت راح يثبت لهم مدى صحة أهل السنة فعذرني أتكلم بلوظ السنة والشيعة لأن إحنا لما انخرجنا من مظاهراتهم مظاهرة تلمية قالوا هذول أرهابيين وعندهم أجندات الآن الآن شبه أجنداتهم يعني يعني خليصحونهم أهل الجنوب هاي مثلا أخرى هم يتهمون وراهم هناك عناصر مندسة بالمتظاهرين من قبل تصريحة السياسين بالتأكيد آخرين يقول لك والله السياسين يقفون وراء المتظاهرين يقفون وراء المظاهرات أستاذ نعم أستاذ وراهم خلينا نقول جدلا نفطر جدلا جدلا أنه قطر والسعودية وغيرها زين هم الآن من التهمون هم أهل الجنوب اللي منهم يعني يعني وراهم إيران اللي حبيبة قلبه ولا وراهم أمريكا الشيطان الأكبر اللي هو كان يقصد في الطيارات ومليشي الحجة الشعبية تتقدم أستاذ أستاذ أهل عزيز الله يبارك بيك هذه مظاهرات فاشلة أقول لأهل الجنوب الثمن يجب أن تسجيل الدماء في الشوارع كالأنهار حتى تستطيعون إزاعة هذه الحكومة اللي أنتم يصبتوها وأنتم جفتوها وأنتم ثبتتوها المسألة وما بيها أنه هذا سنة الله في حقه الإنسان اللي يظلم يظلم كما تدين تدان وكذلك يقول لي بعض الظالمين بعض الثاني يكسبون أهل الجنوب عليهم أن يغيرون هذا الواقع اللي هم تثبتوا إحنا منشبت فيهم لكن أقول لهم طبع قولة هذه الحكومة اللي ثوتتوها وهتفتوها تترك هذه المليارات مليارات الثاني إذا أنت وياه يعني يعني خزينة دولة كاملة والله العظيم لو أبناءهم تاروا اللي يقتلونهم لو أبناءهم من الصلبهم يقتلهم فكيف بيها عامة الشعب هذا المصيب المسكين صارق مصطع السنة ما الذي جنه الناس لا ماء لا كهرباء ماء مالحة لا تعيين لا توظيف و مجمال أقولهم يا رثارات الحسين يلا يلا هسا خليطوا له رثارات الحسين خليش يمكنكم إصراحة رثارات الحسين رثارات الحسين طلحتوهم من السنة ذبحتوهم الآن جد رأكم ورثارات الحسين على الحكومة هاي الحكومة الإيرانية المجربة رفعوا الشعار مريد خائد من التحي رثارات يستحي أقولكم عملاء الإيران كلهم مجرمين وكلهم زنادقة وكلهم يطبقون الأجلزة الأمريكية بتدمير هذا البلد العراق لا يختلف عن سوريا مطلقة والله العظيم هذه الحكومة مستعدة أن تبيت كما أباد بشار الأسد لحد الآن يقولون هما نصف مليون والله بشار الأسد قتل مليون ونصف من الشعب السوري وهجر عشر ملايين هذولا مثل ما سووا بالسنة يتوون بيكم والله يهجرونكم والناصرية وعكم وعكم الصحراء تروف من على سرح السوري عن القرض تغبط ولا عدهم مانع الحكومة التي تترك شعبها بدون خدمات هذه السنوات الطويلة وتسرق الملايين وتتعب في أوروبا وجنات أوروبا وعوائلها معقول لا تحب نفس المطالب إذا ممكن ما تجيب قوات عسكرية يبعدوا يلمطاهرين قلهم يا بي شيني مطالبكم شيني الأمور تشتكون منها يعني عشر تالاف عنصر عسكرية تخاف العالم بتخاف لكن بالأسف أقول الثمن غاري الثمن غاري جدا للتغيير وهو الدماء أدرعات أهل الجنوب مستعدين لضحهم بدماؤهم أم لا أدرعات أهل مقاتمهم شكرا لكم على اتصال أبو عمر من السليمانية تفضل أبو عمر سلام عليكم وعليكم طبعا أحيي هذا الشخص المتصل من بغداد أحيي صراحة سلام عظيم لكن أنت جاء وقت قلت هم مئة ألف واحد جوي مئة وعشرين ألف مئة وخمسين ألف من الميليسيات لا أستاذ عمر خليها واحد خلي دائما الله بين عيونها الجيش شيعي مليون مقاتل شيعي الشرطة الاتحادية نصف مليون مقاتل شيعي كلهم عجموا على المناطق السنية وعانوا الظالم اللي هو الصليبي وهو العجمي جيش المجهوسي خليك خلي الله بين عيونها هاي عندك صور هذا من تاريخ كاتبة الكافي وكاتبة عمر بن الخطاب وكاتبة هذا خليك طلع الصور أنت بنفسك شين تتقدم أنت بنفسك وغيرك أستاذ بن مصطفى وأستاذ محمد عصام أبو عمر أبو عمر أبو عمر لا أنت اسمح لي اللي صار من دخل تنظيم داعش وهي اللعبة اللي اللعبة الكبيرة اللي صارت يعني بالبداية كانت مظاهرات سلمية والطالب الطالب بحقوق مشروعة الناس طلعت الطالب بحقوق مشروعة كان في الأنبار بالموصل بصلاح الدين ببغداد بديالة بالتأميم كل هذه المحافظات بعدين تام أنه على ذول دواعش وإلى غيره ودخلت بالفعل يعني كأنه صارت على هذه المناطق مسرحية دولية اللي يقول لهم حجة أنهم ذول إرهابيين وذول كلهم خلهم إرهابيين نفس الشيء اليوم أنت أنوية وإحنا إذا أنت تقبل التعميم إذا أنت تقبل التعميم فابن الجنوب يقول لك اتهم متورط أنت بالإرهاب هذه المحافظات فإحنا سنكون بالطرح موضوعيين موضوعيين إحنا إنت مثل ما تفضلت هذه الأرقام وبفعل الأحزاب السياسية التي تدعي التشيع هي اللي ما سكبل بزمام الأمور إن كان من الناحية السياسية ومن الناحية الأمنية ومن الناحية العسكرية بالفعل هذا كلام واقع وصحيح بس إذا أن أقبل التعميم على المحافظات الجنوبية هم أقبل التعميم على المحافظات السنية صح؟ اسمح لي هذا اللي نطرحه إحنا اسمح لي اسمح لي أسنطني مجال أسكن ما اتكلمت أسكني مجال أستاذ عمر أخليك تفضل هو الجيش الأمريكي من جاب البيوش الصليبية ويجرح تل العراق ليش هو جاب شيخ العشيروية جاب أهو أمه وخواته وإخوانه لهو أجل نيابة عنهم فهلولة كلهم نيابة عن ساداتهم وكبراءهم 15 سنة المرجعية الشيعية الإيرانية مالتهم دين وساقتها ساقتها وتنطي فتاوي بقتل أهل السنة اطلع أرجع للفيديوهات لا ترجع الكتباني ما أقول لك الكتب لا أرجع للفيديوهات لا لا صحيح مجد أقول لك إحنا أكون أس أجل استقصد مثلا أخو النائب بها العرجي بال2004 أعتقد 2006 2006 أو 2005 من قال أنتوا تطلبوا من عندي فتوى لا تطلبوا مني فتوى نعم هناك تحريض حقيقي إحنا ما نقول هذا إنه هذا ما موجود هناك طائفية نعم هناك طائفية بس إحنا نكون واقعين بالطرح نعم بس دقيقة واحدة أرجع لك شيء واحد أنت دكتور وتعرف باللغة العربية ما أعرف أنسأل حقيقة علماء المسلمين بس أسألهم هذا السؤال قلوا لهم الذين يقولون في القرآن قال الله عنهم قالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأظنون السبيل يا ترى منهم هم ذولة هذول هم السادة اللي عنده شهادة دكتوراه ودي معنم لا هذول العوامل اللي أطاعهم ساداتهم وكبراءهم يوم هم بالدنيا وبالآخرة ماشي إحنا أبو عمر إحنا ماي أوكي ليش إحنا نحشي بالمظاهرات حشي نتب المظاهرات هناك من يقول أنه لن تستمر بسبب قمع الحكومة تسويف الحكومة إلى آخر هناك من يقول بأنه تقف وراها جهات سياسية المتظاهرة يقول لك أنا طالع لا جهة سياسية وراي ولا أحد يدعمني أنا رأي خدمات أنا رأي كهرباء أنا أريد رأيك و هذا الموضوع اسمح لي أنا رأي رأيك اسمح لي أستاذ عمر أستاذ عمر الله يخليك أنت تقول شيخ عشيرة الحلفي سعد الحلفي شيخ عشيرة هو عضو مجلس المحافرة لا لا هو عضو مجلس مجلس عشائر البصرة يعني مو مجلس محافرة نعم هو إذا أنت تقصد على أنه يركبه المظاهرات نور المالكي يقول يعني أعيد المظاهرات جين هو من يأيد المظاهرات يأيد ليش مصطع السنة أنت ما أيدت الحق جين ما وقفت مصطع السنة أنت جنت مرتاح ومرئيس وعايش نور المالكي يعني طش الفلوس نور المالكي هاي تقولون عنها بالأخبار هدرت لا سرقت مو هدرت هدرت شنو سالها قام حركها شنو ضاعت من عندك جنطة هدرت تعلموا للإنسان قولها سرقوها سرقوها ضاقوها من عندك جين أنت كنت مطفي نايم ضايع مطيح الأول والتالي أنت مضيح صلت عابك ما تدري شكوش ماكو فهذول هسا طلعوا ويحسون شنو هاي المرجعية الدساند المرجعية الشيائية اللي دستاند حس المتظاهرين قولها ستنى وين كانت تدري ليش نجدتي أوامر من أمريكا الشوم من ما دخل الاحتلال وانطاها مئتين مليون دولار جين يا أستاذ عمار انطاها مئتين مليون دولار قال الله قولي لهم هذول أسيادنا هذول حلفائنا تاجراسنا الأمريكان والصحائينا هذول المنوع حس مطلع لفتوى انه يقف ويا المتظاهرين هذا صيص مصلف من قبل أمريكا على رقبة هؤلاء المراجع لأنه يعرفون إيران انتهت إيران انتهت راحة إيران والسلام عليكم والسلام رحمة الله أبو علي من كربلات فضل أبو علي أبو عليكم الله يسلام أبو عليكم تحيثي لك ولكل المتصلين حياك الله أبو عليكم تأييد لكلامك أنه هؤلاء المتظاهرين حردوا كل المقاشر للحزاب نعم ومعارات خلينا نكون يعني فتمنى نحاضرهم بالشمل نعم يعني أنا أريد نقول الشيوخ لعبوا على الناس ضحكوا عليهم حتى المرجعية المرجعية قالوا إحنا ويالمتظاهرين وكذا وكذا وإليهم حق وهم أكثر شهداء وبعدين أخير شي جعلوا يربعكم ويالمندسين يعني لا زمالة المرجعية حالها حال الدولة لما تقول لكم مندسين أكو مخربين يعني شنو تبطل إعاد للقوات بالقتل هذا معنا أن تخرب كله هسا الدولة يقول إحنا إشترون نقدم نبني بلد وماكو أمان إنتا وين تشنت هم قالوا عشر تالام سلو حافظات الجنوب آمنة وقيفة كنت لك أستاذ عمر كل الحجد العشائرية والشعب والمشان خالفهم ربع مليون ما نقيم ربع مليون ما نمثلون كل الشيعة إحنا أهل إحنا قرايب إحنا عائلة وإحنا نذكر بالوحدة خلي ما دام هم قاموا إحنا نشد على أيديهم ونفتخر بهم وندعمهم ما دالة ما رح يبقون بس آني يقول للشعب يا عراقين يا عين يا قلبي هذا لك يعني نطلنا فتات ما دالة ما دالة نطلنا حقوقنا العرضية لازم ترجع بالقوة بكل شيء حتى برطان مي وكهرباء الله وكيلك تبنيت وباتل سلسان إلى جانب الدولة والله إلى جانب الدولة إلى جانب إيران يا أخي احترم كل إيراني واحترم إيران بالشرط العلك إلك والعلي يعني مواني وان ما كان أشوف صورة فلان وزيد وعمره وذلك واحد افتراف والله الحكي لك هذا دائما أثدت دائما من أهلي وقرائبه وعمره لنهت العقيقة لي اشترى العراق عزمر واحنا وآبائنا ومهاتنا الحرية ما تنف تنحطي والله ما تنحطي وبعدي أنا ما لك أقول حليل هاي كل الأحزاب حزيب ما أخذ المطار حزيب ما أخذ محاضبة البطرة حزيب ما أخذ الواقف حزيب ما يفكر بالعراق شوك يجون للعراقين للانتخابات شوك يجون ويحسون لازم أنا نقوم هذا ما لا يخافون من الله وحرامية ويضعون علينا ويطلع واحد معمم يقول ماكم ذلكم دولة وإنت هل ستقدر تحاسم تحاسم في خيس وزراح شو لا تكلف أنت تتكلم موامر في أرصة إدارة شتتوقع المظاهرات أبو عادي تسمعني شتتوقع المظاهرات راح تستمر لو راح يتم قمع حمل قمع القوات الحكومية والله أنا أقول لك إذا يصير وعي اجي الشعب العراقي أول ما ألو أسمعك إن شاء الله وعي إذا إذا ما طالهم بيس الماء والكهرباء راح يخضرهم ويجبوا لهم الشيوخ أعيني وتجيهم فتوى من السلساني اللي يعلم السلساني حال حال الدولة والدليل على ذلك والمضحق الواضح إنه ما يصير وزير ولا يفتر شي إذا ما يروح للسلساني ترى ديربائي لكم من العمايم من العمايم ترى أكون عليكم وأنا أعرض بكم عايش وياهم ما أسروا تستمر ليش لأنه مذن ما يتان يروحون يروحون إلي إن شاء الله تستمر أنا حاول نقول تستمر مثل ما يروحون الكربلة مليونية خل ما يجو من الفاوي يجي إلى كربلة لا أبو البصر ينتفر بالبصر أبو البلعمار ينتفر كذلك يلا تجين حقوقنا حقوقنا مو بس مي وكهرباء من التصور من الطائفية كلها لازم تروح الحدوث الحدوث مع إيران بالخصوص الحدوث مع الدول الجوار بالخصوص إيران أخذت تقدمت على الحدود يمشي يعني هذا شارع الخميني هذا شارع الخامنئي وإنما كان يشوف صورة الخميني والخامنئي واحد من يقدر يقول يا بثلا هاي شكرا رأسني كتلوب وأنا أشكر الولاء للعراق وعاش أهل الجنوب والله يبارك بكم وإنتو ربعت وإنتو أخوتنا وعزوتنا بارك الله بكم وإننا نحن كربلاء من سانتكم في مالا حبيبي مع السلامة أبو علي من كربلاء كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وبتغطية المظاهرات في المحافظات العراقية نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد عزائي المشاهدين نقرأ بعض رسالة ورساب السلام عليكم يقول أتمنى الاستقرار للعراق وشعب العراق وأن يديم عليهم الأمن والاستقرار ملتقى السقاعبة من السعودية نريدها يقول نريدها ثورة عشرين ثانية لا مطالب ولا بطيخ كما قال سنجعلها ثورة حمراء إن شاء الله ضد الأحزاب جميعا نتمنى من الأخوة المتظاهرين ترك المشاءة الحيوية والتوجه نحو مقرات الأحزاب ورسالة أخرى يقول سلام عليكم تحية لك ولي قناة الرافدين أستاذ عمر نتمنى أن تكون ثورة وليس مجرد مظاهرات وليس مجرد مظاهرات للإصلاح ثورة بإسقاط هذه الحكومة العميلة لأن هذه المظاهرات لا تجيب أي نتيجة العراق محتاج ثورة تغيير الحكم كما يقول مثل باقية الدول ورب يحفظ العراق وشعب العراق تحياتي أبو الوليد من سلطنة عمر رسالة أخرى يقول أخ عمر والله أكتب ودموعي بعيني لأن العراق لا يستحق أن يحكموه أراثل الآن رجع العقال فوق الراس وليكن شعاركم بالأصلاء لا نريد خدمات أنطوني وطن وكرامة لعن الله يقول على كل من سرق العراق وباع الوطن رسالة يقول السلام عليكم تحياتي لكم يقول في مجال شارك في البرنامج عن طريق اتصال نعم ممكن تتصل عن طريق الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وتستطيع رسالة مكتوبة تعبر بها عن رأيك على خدمة الواتساب الرسالة أخرى يقول بارك الله بالأبطال المنتفضين بوجه قوى الظلام والفساد استمروا بزحفكم المقدس والله ناصركم ابن ميسان رسالة أخرى يقول السلام عليكم أحيي الشاب العراقي من خلالكم أحيي أهل البصرة وأهل ذيقار وأهل النجف وكربلا وأهل ميسان وبغداد وكل محافظات التي ستنضم لهم وأتمنى أن ينهض العراق كله إلى هذه الانتفاضة ضد هؤلاء المجرمين عراقنا ضاع وصل إلى القعر أصبحنا من أسوأ دول العالم هنيئ لنا هذه الصحوة وإن كانت متأخرة وعلى الشعب وعلى الجيش وعلى كل القوات الأمنية أن تلتحم مع الشعب وأن تستمر هذه الانتفاضة إلى أن نطيح بهذه الزمرة الفاسدة طبعا كذلك المتظاهرون اقتحموا فندق الشيرتون أثناء تواجد رئيس الحكومة حيدر العبادي وعدد من شيوخ العشائر داخل الفندق كان حيدر العبادي يحاول إقناع هؤلاء الشيوخ لكي تم إيقاف هذه المظاهرات دعونا نأخذ هذه الصور التي توضح كيفية اقتحام المتظاهرين لفندق الشيرتون عند تواجد رئيس الحكومة حيدر العبادي نأخذ هذه الصور السيد المخرج إذا جاهزة جاهزة في initially نأخذ لفندق الشيرتون عنده واحد يتلاقي تولي يقول يهرب هاي السيارة هاي سيارة هاي سيارة هاي سيارة القلب هي مضحك مقلقة اللحظة من مضحك عدد أجل في مضحك الخاصة بفعل قلب نعم هذا يعني جزء من بظاهرات البصرة عند اقتحام فندق شيرتون كما اشترنا كان متواجد رئيس الحكومة حيدر العبادي مع بعض القيادات الأمنية والعسكرية وكذلك علد من شيوخ العشار وسمعنا هتافات المتظاهرين يقولون اطلع اطلع يا جبان معنا اتصال أبو أحمد بن الرمادي فضل أبو أحمد أبو أحمد حياك الله يا هلبيك تفضل نعم تفضل تسمعني أبو أحمد هيا شكرا أكون مشكلة بالصوت مع أبو أحمد بن الرمادي كذلك في محافظة النجف اقتحم متظاهرون مبنى مجلس المحافظة كما اقتحم المتظاهرون مقار حزب الفضيلة في المحافظة فضل عن اقتحام مبنى المطار في محافظة النجف دعونا نشوف هذا المقطع شكرا 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 اشتركوا في القناة خلونا نقرأ بعض الرسالة والرساب يقول السلام عليكم أنا مؤيد لتظاهرات أرجو من المتظاهرين تحسين صورتهم وعدم التجاوز على الممتلكات العامة وهذا بالفعل هو هذا الصحيح لأنها ملك لهم كما قال أتمنى مشاركة أهالي محافظة بغداد مرسل رسالة علي الغالب بعض برلمان الشباب العراقي رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل العراق العظيم رجعوا العراق إلى أمجادة إن شاء الله أنكم منصورين العراق ما يستاهل ألا كل خير يستاهل التضحية العراق العظيم الخالد في قلوب العالم رسالة أخرى يقول السلام عليكم يجب على أبناء الوطن الاستمرار بالمظاهرات حتى إسقاط هذه الشرذمة في المنطق الخبراء وغير هذا الأمر لن تنتهي معاناة الشعب المظلوم المختار من الحلة هناك شخص يتصل على الواتساب لغاية الآن لم نوفر خدمة الاتصال على الواتساب فقط عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة اتصال مباشر مقر حزب الدعوة كذلك تم اقتحامه في محافظة النجف احتجاجا على ترد الخدمات وانتشار البطالة والفساد الحكومي خلونا نشوف المقطع اللي يبين كيف تم اقتحام مقر حزب الدعوة في النجف المقطع اسمه هتافات النجف مقر حزب الدعوة في النجف المقر حزب الدعوة في النجف اما في الناصرية فطبعا تم اطلاق النار من قبل القوات الحكومية والقنابل المسجلة للدموع على جموع من المحتجين من اهالي المحافظة ادى ذلك الى اصابة عدد من المتظاهرين خلونا نشوف هذا المقطع من الناصرية نعم هذا في الناصرية اما في واسط في اللقطات اظهرت تفريق القوات الحكومية للمتظاهرين قرب جسر الانوار بالتحديد بالرصاص الحي خلونا نشوف شوفوا هاي شباب طبعا هاي كود داما واشا بيها المظاهرات ما ادري ليش هاي جمعت النسيج وايضا المواطنين مظاهرات تعلموا دي الكهرباء بعد هاي سمعوا قاعد صحو السلمية وضربوهم بالنتالات هاي شوفوا هاي خيمة طبعا ما يخز المواطنين قاعد يأخذوا المواطنين هاي عدك بعد ولك وراهم دولة جماعة نعم خلونا نشوف في أبو الخصيب سكان قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة أعلنوا عن تأييدهم من التظاهرات الشعبية الجارية في المحافظة احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية خلونا نشوف أهالي أبو الخصيب واجعلنا من الماء كل شيء حي لا أظل أننا حلاء لا أظل أننا زرق لا أظل أننا أطفال ما أطفال هذا الأمر مهم يا ألامي والأمر الثاني قضيحة الكهرباء والخصقصة والانقطاعات اليوم أنا سمعت أنه مجتمعي هنا محافظة ونقررينه مع الأسف بعض قيمة غامية واحد منهم يقول إن شاء الله مخض الاجتماع بنتائج خلال سبور تطاع والثاني يقول إن شاء الله رحل عين ألف واحد يرضي أن تكون في التبير الشعب الأراقي يعني كونجد وزير النفط توجد عين لك ألف واحد نعم طبعا الحكومة اتخذت إجراءات للسيطرة على التظاهرات كما أشرنا تم إرسال قوات أمنية إلى المحافظات الجنوبية مسؤول أمني في بغداد صرح لصحيفة العربي الجديد اليوم السبت بأن اجتماع العبادي ليل أمس مع المجلس الوزاري للأمن الوطني بحث أزمة التظاهرات ونتائجها وكشف بين العبادي وجه بتكثيف التواجد العسكري لتأمين الدوار المهمة في المحافظات التي تشهد مظاهرات معنا أتصال حسن من بغداد تفضل حسن حسن تسمعني حسن الله يساعدك ياهنبيك تفضل أنا أشكل قناتكم وهاي المنفضلة القناة العراقية البطلة تفضل حياك الله إن شاء الله من البصرة تقوم هاي التفر الشعبانية شون من قامت بالتسعين وإن شاء الله تسخط الحكومة بقوة الله وصايتكم تسخط الحكومة لأن حكومة باطلة يقول المجرب لا يجربهم ونفلسهم شون شطرينج كيش ما يفتعى الوزير والوح ملك والتوالف هاي التعبان يمشون على الشعب العراقي بس الشعب العراقي ما يصفر إن شاء الله ورحم الله وادك وكالتب خيرك إن شاء الله أشكرك حسن من بغداد كان معنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي ركزنا فيها على المظاهرات المتدى في محافظات البصرة واصل ذيقار كربلة النجف بابل كذلك ميسان في الناصرية مدينة الناصرية مظاهرات خرجت للمطالبة بتوفير الخدمات التيار الكهربائي توفير المياه توفير فرص العمل للشباب العطل والخرجين نلقاكم إن شاء الله يوم غد عزيز المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر